نروح بقى للماتش النهار ده بس قبل ما نروح للماتش النهار ده عايز اتكلم على ملحمة سطرها لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني في المغرب هتقول لي ملحمة ايه نيجي واحدة واحدة بس نتكلم واحدة واحدة عشان في بعض الناس هجمة الاداء الشوت التاني ولكن خلينا نتكلم عن النتيجة النتيجة صعود النادي الاهلي للدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق صحيح بالمناسبة قبل منسة برضو زي ما بنقول اللي لنا بنقول اللي علينا كان في لفتة رائعة من جماهير المغرب من الديئة 72 حتى الديئة 74 تعطفا مع شهداء النادي الاهلي لفتة رائعة يشكر عليها جمهور الرجاء المغربي ودي عادة الاشقاء دائما دائما في المواقف سواء المفرحة او الحزينة بيقفوا مع بعض فوجب علينا شكر جماهير الرجاء المغربي طبعا ماتش النهاردة حاجة تانية خالص ولكن زي ما بقول لحضراتكم الملحمة اللي عدت في المغرب لازم نتكلم عليها لازم نتكلم عليها لان البعض قال لك ايه ده فوز هزيل فوز هزيل ازاي انا عايز بس اتكلم فوز هزيل ازاي انت بتلاعب فرقة المفروض انها فرقة قوية على ارضها سلاحها الجمهور نمرة واحد وشفنا الجمهور شكله ايه جمهور الرجاء المغربي جمهور بيحب بفرقته بجنون وشفنا تشجيعه في المباراة شكله ايه فاللي بيتكلموا على النواحي الفنية اه في نواحي فنية او في اختلافات فنية بين لعيبة النادي الاهلي ولعيبة الرجاء المغربي الصعوبة ما كانتش في الفريق نفسه الصعوبة كانت في الأجواء احنا حتى لما تكلمنا في ناس قلت لك الله انتو بتقولوا الماتش صعب وبعدين بتقولوا الامكانيات الاهلي الفنية افضل من الرجاء ايوه احنا بنقول صعوبة الموقف صعوبة الموقف والفريق في الأجواء دي بيصعب على فكرة انا عايز لكم حاجة فريق الرجاء المغربي على ارضه ما دخلش فيه جول ما دخلش فيه جول اول جول يجي على ارضه كان النادي الاهلي كان النادي الاهلي فاللي حصل انت بتتسيد الشروط الاول كان ممكن يكون لعبا ونتيجة لو لا ركلت الجزاء المهضرة وبعض الفرص المهضرة ومع ذلك طلعت متعادل واحد واحد وانت اللي راكب الجيم الشروط الاولان دخلنا على الشروط التاني اتغير الحال اتغير التاكتك يعني التاكتك بتاع ميستر موسيماني هو بناء على ظروف الماتش وبناء على القدرات المتوجدة في الوقت دوت مع اللعيبة بناء على حاجات كتير جدا جدا هو شايفة احنا مش شايفينها انت في النهاية عايز ايه يعني اللي هو بينتقده بس انت في النهاية بتتكلم عن ايه بتتكلم عن نتيجة الماتش حتى الشوت التاني اللي مصر موسيماني كان قايف النص ما لعبه فيه وكان فيه تراجع من لعبة النادي الاهلي النادي الاهلي ضيع فيه تلات انفرادات تلات انفرادات بيرسي تاو محمد شريف وامد عبدالقادر تلات انفرادات بتلات اهداف منهم كل حتى ما تعدتش خالص وكان فيها شك انها عدت الخط ولكن ما حدش تكلم عليها ولكن يبقى النادي الاهلي دائما وابدا هو مصدر البسمة والفرحة لجماهير الكرة المصرية النادي الاهلي هو الفريق الوحيد وان شاء الله يكمل اللي هو مكمل فيه البطولات الافريقية كنا نتمنى طبعا جميع الفرق المصرية تكمل ولكن قدر الله ما شاء فعله ولكن النادي الاهلي هو الوحيد حتى الان اللي مكمل وانا تمنى ان شاء الله بإذن الله انه يكمل لحد النهاية وياخد البطولة ان شاء الله رقم 11 والتالتة على التوالي كرقم خياسي جديد هيحطمه النادي الاهلي كان واجب علي ان انا اتكلم عن الماتش اللي فاتل انه يعني ناس كتير جدا هجمت بعد الماتش ولكن لازم ندي كل واحد حقه النتيجة احيانا احيانا في بعض المباريات بتبقى محتاج النتيجة انما لما نتكلم عن الماتش الاهلي والرجاء لا ادي النادي الاهلي حقه الشوت الاولاني النادي الاهلي الشوت الاولاني كان هو اللي راكب الجين الشوت التاني تغيرت طريقة اللعب فكان فيه ضغط على النادي الاهلي ده وضع طبيعي فدي قدر تقول ان الخطورة كانت ما بين النادي الاهلي والرجاء كانت متساوية ولو ان النادي الاهلي المباراة دي ضيعت ثلاث فرص الشوت الاولاني وثلاث انفراضات حققية شوت التاني ولكن في النهاية تأهل الأفضل وكبير الكرة الأفريقية وكبير الكرة المصرية النادي الأهلي تعالوا بقى نروح ماتش النهاردة ماتش النهاردة زي ما حضراتكم عارفين بين النادي الأهلي ونادي طلاقع الجيش في بطولة الدوري العام البطولة المحببة لجماهير وعشاء ولعبي النادي الأهلي من هنا بقى تيجي أهمية المباراة خطوة جديدة ان شاء الله نحو استعادة صدارة الدوري مرة أخرى اللي كان النادي الأهلي بتربع لقمته ولكن زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الأهلي تأجله ثلاث مباريات بسبب انشغاله في دوري أبطال إفريقيا وماتشن الرجاء الأخارة اللي نجح النادي الأهلي في تخطي المرافز زي ما قلت لحضراتكم بعد الفوز في القائرة هنا اتنين واحد اتعدلنا هناك والنادي الأهلي تأهل وقفل الصفحة دي خلاص